السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كملوا معكم تروس اللغة الإنجليزية وصلنا إلى الدرس 13 الجزء الثاني اللي هو present continuous الحاضر المستمر أو present progressive نفس الشيء هنا present continuous لدينا أول شيء القاعدة تكون القاعدة من subject اللي هو الفاعل زائد الفعل المساعد اللي هو am is are بالحاضر المستمر أو المضارع زائد verb ing يعني فعل ing زائد object اللي هو مفعول به أو اسم مجرور طبعا راح نأخذ كلث حالات اللي هو المثبت وطريقة النفي وطريقة السؤال اللي هو استفهام كمثال بسيط عدنا فاعل he زائد فعل مساعد is زائد فعل ing زائد تكمل اللي هو object مثلا he is playing basket ball he is playing basket ball أو هذا في حالة المفرد أما في حالة الجمع they راح ياخذ are watching the tv they are watching the tv هنا عدنا آآآ كلث حالات اللي هي الحالة الأولى i راح ياخذ الام مثلا i am اللي هو يصير i am playing basketball أو i am driving car هذه الحالة الأولى اللي هي the i تاخذ am هدنا الحالة الثانية اللي هي the he أو she أو it he أو she أو it راح تاخذ فعل المساعد is وعدنا الحالة الثالثة اللي هي they you we راح تاخذ الار زين نجي للاستخدامات عدنا الحالة الأولى بالاستخدام اللي هي يقول عبل ما يحدث الآن يعني أي شي جاي نسوي حاليا وبعد مستمر مستمرين به اللي هو الفعل المستمر أو الحاضر المستمر هو بعده باستمرارية يعني في حالة استمرارية ما متوقفين عنه فعمل ما يحدث الآن وبعدنا مستمرين به مثل هي تشاهد التلفاز وبعدها مستمر مستمر بالمشاهدة أو يعني أنا أتناول وجبة الغداء يعني أنا بعدني جاي أتناول وجبة الغداء وهكذا مع جميع الأمثلة عدنا حالة مؤقتة حالة مؤقتة مثل سناخذ مثال راح نفهم شنو هي الحالة المؤقتة مثل I can't find a flat I can't أو I can not find a flat أنا لا أستطيع أن أجد شقة So I am living with my bro يعني brother so I am living with my bro هنا حالة مؤقتة يعني هو العيش مع أخو راح يكون حالة مؤقتة لحد ما يوجد بيت أو شقة أخوة I can't I can't a flat so I am living with my bro عدنا حالة مؤقتة كذلك كذلك يمكن يعني 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 نقدر نستخدم صيقة المستقبل بالحاضر المستمر مثلا المضارع المستمر هنا ينتهي المضارع المستمر لكن عدنا ظروف اللي هي الدل عالمضارع المستمر وهذه الظروف طبعا ناخذها راح يستفادون منها الطلاب بشكل خاص عدنا now لا يزال still عفوا now الآن لا يزال اللي هو still while so long as as just now right now this week month year this day عدنا هذه الظروف إذا أجت بالجملة خاصة الجمل اللي خلي نقول بالامتحانات اللي صادف الطلبة يقول correct فأنت منشوف هذه الجملة وشوف اللي بين قوسين correct راح تعرف أنه هذه يقصد بها جملة مضارع مستمر يعني حسب الظروف اللي موجود حتنا ملاحظة جدا مهمة يقول هناك أفعال تسمى أفعال الحس والإدراك لا تأتي أبداً مع الحاضر المستمر أو التام المستمر هنا هذه الأفعال اللي موجودة بالجدول اللي هو يتمنى want hate إلى آخره اللي هو sound صوت هذه هذه الأفعال لا يجوز إضافة ing لها أبداً يعني من تجي بالجملة ما نقدر نضيف ing لها أبداً هاي تسمى أفعال الحس والإدراك هذه يفضل أنه طلاب السادس العلمي أو الأدبي الطرفين أو بقية الطلاب اللي يريد تقوى بالإنجليزي وبالحل أنه يحفظ هذه الأفعال راح تساعده كثيراً أثناء الحل نجي ناخذ مثال هنا قيل he is watching عفوا waiting he is waiting هنا يعني هو ينتظر هل هذه الجملة صحيحة كلا هذه الجملة غير صحيحة ليش لأن هذا want يريد من أفعال الحس والإدراك أنهم كاتب هذه الجملة خطأ لا يجوز إضافة ing إلى الفعل لأنه فعل حس وإدراك زين شلون راح تكون راح تكون كالمضارع المستمر بدون إضافة ing مثل هنا عدنا he is wants طبعا هذا is الشخص الثالث لأن عدنا he he is wants to buy a new computer يعني هو يريد أن يشتري computer جديد عدنا نأخذ الفرق بين الحاضر البسيط والحاضر المستمر عدنا يقول الحاضر البسيط يحدث مرارا وتكرارا هنا المستمر يحدث الآن بالضبط يعني الفروقات بين الحاضر البسيط والمستمر جدا بسيطة يعبر عن أحداث دائما دائما هذا الحاضر البسيط أكيد ويعبر عن أحداث مؤقتة اللي هو الحاضر المستمر هنا يستخدم العادات العامة وبالمستمر يستخدم العادات الجديدة عدنا الحاضر البسيط للأحداث المستقبلية ضمن جدول زمني محدد هنا للخطط المستقبلية المحددة ينتهي درسنا إلى هذا اليوم نأخذ ملخص المضارع المستمر المضارع المستمر ملخص يتكون من فعل فعل مساعد فعل ING زائد الـ object التكملة أيضا الفروقات مع الحاضر البسيط جدا بسيطة وأثناء الكلام أيضا جدا بسيطة تستخدم الأثنين حسب طبعا الممارسة هذا كل سيرجع ويعود للممارسة أثناء الكلام عدنا أفعال الحس والإدراك اللي هي الأفعال اللي لا تضاف ولا يجوز إضافة ING لها هذا كل ما كان يضمن المضارع المستمر أسأل الله الموفقية لكم ولكل من يتابعني إن شاء الله